مباراة الأعلى وسلامية كلو بطلة النهاردة وقت بيتش 你 تقول الإنسان kosher présacks اللي إنت عايزه يعني طالعا نبدأ بمباراة겠습니다 بإماً إنه كانت المباراة الأولue بواحد خams llamه شو موسيش شفت المباراة كبيرميد وشفت النتيجة عاملة كبيرميد والله لبص المباراة كانت حلوة مش فرقة بتدافعه وروع فرقة بelyezات تلاعب أتكون طالتاك بالذات بالذات كمان في الشود ال�ышة بالشود الثاني Behzack بدأ لما لعب بأثنين فرود بس هو كان بلوع الفرود عاطف اسمه عاطف كان بيلعبه ناحية الشمال حتى لما بدأت الهجمات ناتي بيراميز من ناحية اليمين يعمله على المغربي الكور عشان تتعمل عرضية وكده فكان رجع تاني الفرود وطلع مروان وكده اللي أنا عايز أقوله في الماتش دوت إن بيراميز لو كان عندها شوية حظ لأ كان هيكسبه اثنين ثلاثة لأنه ضايع فرص كتير كان أداءه كويس مستحوز على المباراة الخطوط قريبة من بعض جدا بيباصوا كويس هاي مشغل بيراميز اللي أنت قلته اللي أنت قلته بالظبط أنا على فكرة أنا في كل برنامج كان أي حد يسألني لأن أنا اشتغلت بيراميز إيه السبب أن بيراميز ما تخدش الطولة أولا فيه أوقات كتيرة قوي اللي عايبة بتبقاش عندها الدوافع التاني شيء ما فيش حد بيضغطه تالت شيء بيبقى الساعات الناحية المادية كتيرة فبتخليك تبقى ترتاح ساعات اللعب نفسه بيحس أنه أجبر من نادي هي ديت برضو نقطة بس فيه أوقات كتيرة لأن أنت برضو لا أنت ممكن في أي لحظة تمشي أيوا بس يعني هي النقطة لا عارف كيف تحصل أنا معاك هولاك أنت ناحيتك تخيل مثلا بيراميز كان موجود وقتك وانت راجل بقى لعب أهلي وزمالك ومنتخب مصر وبيراميز ده لسه حديث العهد وانت رايح النادي أنت كحسن مصطفى أصلا تاريخك أكبر من النادي بطبيعة الحال هي النقطة دي أنا وفيه بعض اللعيبة يبقى سليمة نفسيا يعني مثلا أنت ممكن إيه لأكي أكل نجيلة وفي لعب تاني يقول لك إيه يعني ده أنا أكبر من النادي لا هي النقطة كمان لأ يعني اللي أنا شفته على أيامي مثلا لا هو الآن لا يمشي لأنه لو هو مثلا أعلى واحد مثلا عبد الله ولا رمضان ولا ولا ممكن بكرة في يناير يمشي يجيبوا أحسن منهم فهما كانوا بيعملوا كده أنا بتكلم في المرحلة بتاعتنا تمام في المرحلة الأولانية اللي كانت مع مستشار تورك يا شيخ كان كده كان جابوا لعيبة كتيرة جدا بأرقام رهيبة جدا وفي يناير مشينا مثلا ست لعيبة منهم فست لعيبة يعني بأرقام رهيبة فديت ممكن ما تكونش في زين اللعيب طيب لو الحاجات دي كلها موجودة في بيرامد الحل إيه عشان يعرفوا ياخدوا بطولة الحل إيه لا هما يعرف أنت تحس لأ أن في حاجة غلط أن في ناس ممكن تكون ممشيها الأمور في لعيبة مسيطرة على قطة اللبس مسيطرة على عقول برضو ناس في مجلس الإدارة أن دولة لا ما ينفعش أنهم ما يلعبوش لازم يبقوا موجودين في الملعب وبالتالي أنت محتاج تغير نوعية اللعبة اللي أنت بتجيبها بالضبط كده محتاج نوعية مش لازم زي ما أنت قلت نقطة جميلة جدا مش لازم كل اللعبة تبقى نجوم يبقى كل صف أول أنت دلوقتي لو أنا أعدت مصطفى ممكن رمضان يزعل لو أعدت عبد الله هل بقى اللعبة نفسها هتغير الفكر دوت ويتأبلوا أنه ممكن دلوقتي أنا هلعب مات 23 وده يلعب مات 23 إحنا كلنا نجوم بس إحنا في الآخر عايزين نوصل للبطولة دي أنا بشوفها في اللعبة المصرية بتبقى صعبة لأن أي لعيف في مصر بيقولك أنا عايز هلعب أنا مليش دعوة أنا دلوقتي لعبت ماتش كويس أنا عايز بكرة أكون موجود با دو با دو أشانسير يزيد يزيد سي